السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السردة البيومي من كناة انجليز اولاين اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الثاني الاعدادي بازن الان نهاردة هنبدأ مع بعض شرح يونت فور واللي معانا بعنوان انتو ذا باست انتو ذا باست الى الماضي يلا بنا كده نشوف محتوى فيديو النهاردة. بازن الله النهاردة هشرح لك درس الاول والثاني هنقرأ مع بعض الكلمات وهتقرأ لك الدروس وهشرح لك. وهنحل كده مجموعة الاسئلة الخاصة بالكلمات فقط. اما في الفيديو اللي جاي واللي هتلاقيه في قائمة التشغيل اسفل الفيديو او في صندوق الوصف. اه في الفيديو اللي جاي بازن الله انا هشرح لك درس على الصبورة وهنحل بقى في نفس الفيديو باقي الاسئلة الخاصة بالدرس الاول والتاني. ده طبعا كله من كتاب الايه المعاصر. يلا بنا كده بقى نشوف الكلمات الاساسية الخاصة بالدرس الاول والتاني. وبأكد عليك ضروري كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتعليق وتشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس. والمهم طبعا من كل ده كمان تعملينا شير آآ على الفيسبوك سواء لي اسم قناتنا او الفيديوهات. يلا بنا كده نقرأ الكلمات. historic 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 وده الصفة بمعنى التاريخي. art 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 art. وده اولاد القوس او القنطرة اللي هو بيكون وانت داخل مسلا مسلا وليكن معبد بيكون المدخل بتاع المعبد على الشكل ده كده. تمام? فالمدخل ده او القوس اللي انت شافوا ده ده بتسمى ايه? بتسمى. والكلمة ده مهم اخد بالك. بعد كده. كاسل كاسل كاسل. هنا وعلى فكرة ممكن تنطاق كاسل. يبقى نطقطها كاسل كاسل اللي تنصح. كاسل 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 كاسل. طب ايه اللي اختلاف هنوصل? اختلاف في نطق الاي. ممكن تقولها آآ آآ او كا. اوكي? طبعا حابب ان انا اقول لك آآ الطريقتين للنطق بتاع الكلمات عشان تبقى عارف الاتنين. ودي حاجة مهمة جدا. يبقى خلينا نطقق مسلا بالطريقة البريطانية ونقولها كاسل. اوكي? كاسل. بعد كده. موسك. 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 وهنا المسجد. اي كلمة ولات فيها ما بتنطقش اليو والاي. بتبقى يبقى انطقها ازاي? موسك. بعد كده موسيوم. 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 pyrامد. piramide. puyramid behaviatar. فياتر فياتر فياتر. تيمبل تمبل 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 strumيلة. وتيجي هنا عندي هنا نمطهر يبقى قولها ستيديم الكلمة دي مهمة جداً روينز روينز وانا اخدها في التعريفات اللي هي يقصب بيها بقايا المبنى اللي هو مسلا مبنى يكون مسلا يا ولاد اتهد منه جزء ولا حاجة فالبقايا اللي بقايا فيه دي نقول عليها روينز طيب بعد كده او سم او سم او سم او سم او سم واو اتفكر هنا عشان فيه هنا كلمة سم فاقولها سم لا هي تتنطق ايه او سم 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 ديبقى تاني او سم او سم انترانس 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 والانترانس اللي هو بيكون في سورة ايه للي هو القصدر فالمدخل ده ходه بنسمى ايه انترانس انترانس view 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 ancient ancient خدت بالك من نقط الـ C والـ I يبقى قولها يبقى قولها تاني ancient 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 facts facts خد بالك بقى من المعلومة المهمة جدا دي لما تلاقي كلمة منتهية بتلت سواكن تلت سواكن أوكي تلت حروف ساكنة يعني ما بنلطاشي اللي في النص فالنطق الصحي بتاعها ان انا اقولها فاكس فاكس يعني مش من الصح ان انت تقولها فاكتس اوكي ما تسمعهاش خالص من اي حد اجنابي كده النطق الصحي بتاعها فاكس 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 اوكي ومعناها طبعا ايه حقائق ده من نسبة لنطق الكلمات الاساسية اسمع الجزء ده اكتر من مرة عشان دي اهم اهم الكلمات في الدرس الاول والتاني يلا بينا كده نشوف الاكسرسايز الصغير اللي بيكون جايبوا على الكلمات الاساسية دي مدينة هنا فاكس اوسم اه روينز اه ستيديم وي تامبل طبعا الكلمة دي انت ممكن تسمعها بالامريكان اللي هي معناها رائع دي ممكن تسمعها اعصم اعصم ده الامريكان بي نطقها كده ولكن خلينا نطقها اوسم طيب نومبر وين كده بقول هنا كارنك وبعد كده ازا جريت انشانت بلدن يعني مبنى رائع وي طبعا عظيم او اثري مبنى اثري وي اه 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 رائع ده مين ده طبعا اللي هو معبد الكارنك وبالتالي نومبر وون كده هتبقى ايه هتبقى تيمبل ده المعبد كله اسمه ايه اسمه كارنك تيمبل معبد الكارنك كايرو يبقى ايه بقى اللي هو موطن لكرة القدم المصرية يبقى اكيد اصده على استاد القاهرة اللي هو ايه بقى بنقول عليه كايرو ستاديم وي ثري هنا بيقول لي الكلمة اللي هنحطها في الاول دي وكلمة انكمبيت معناها غير مكتمل مباني اسرية غير مكتملة اوكي وبالتالي دية اللي احنا نقول عليه بقايا او اطلال اللي هي كلمة دي قلت عليها مهمة جدا هذه موجودة فقاية اللي هي هنا كلمة معلها بقايا او اثار او ممكن نقول عليه ايه اطلال طيب نشوف بعد كده هنا بقول لي وبعد كده في الجملة التانية بقول لي يعني مزهل وبالتالي هو ايه هو رائع يعني عاوز كلمة دي نفس المعنى التقريبي بتاعها وبالتالي هي او سم عاوزن نوصف يعني المكان يلا بنا كده نشوف باقي الكلمات اللي معنا الصفحة اللي بعدها على طول مدينا كلمات خاصة بالليسن وان بس يلا بنا كده نقرأها ونشوف نقط بتاعها ستونز 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 رابش رابش والبديل بتاعها لتر 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 واخد بالك كده ان في كلمة كمان اسمها جاربج جاربج اكتبالك ايه كنا اخذينا قبل كده على فكرة في سنة ستة جاربج برضو معناه ايه قمامة يبقى رابش لتر جاربج تاتش 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 واخد بالك هنا الكه بتخلينا امطة الدي دية ته. وكان عندك درس بسنة خمسة بالكلام على الموضو ده. باكت. كالتشر 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 ويهي كالتشر يعني ثقافة. بريتكت 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 ابجكس نفس الكلام زي كلمة ايه برافو زي كلمة فاكس اللي احنا نستعلينا من شوية. يبقى هنا مانطقشي الحرف اللي في النص الساكن وقولها اوبجكس اوكي اوبجكس ودي معناها اشياء. رولز 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 بري بري الفعل ده مهم جدا بري بري يصلي وولز وولز كومبليت كومبليت رولز 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 جدو عي أوجو رولز جدو برافو port المسلمش لسن تو رومان رومان هل هل فيوتر فيوتر بهيف خد بالك بقى من ديات عشان البعض بيغلط في نطقها بيفكر عشان ان هي فيها كلمة هاف فانا اقولها بهاف غلط طبعا لا هو النطق الصحي بتاعها هؤلاء هيكون كده بيهيف يعني نطق هافه هو بتغير هنا فهتتنطق كلها ايه بهيف ومعناية تصرف بهيف جايد جايد اماجن اماجن ريس اكسبلين اكسبلين ريكمند 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 ريبيو 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 اميزن 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 هايريغلافكس 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 مين? مش مهم خالص ان انت تحفظ الحروب بتاعتها. ممكن بس تعرفها كده وخلاص او ممكن كمان تفوتها. اللي هي هنا دارس اللي هو جدول الاماكن اللي هي المشهورة. والجدول اللي بعد اللي هو بيكاه على مدن ودول مشهورة. طبعا الجدول ده الجدولين قصدي. مش مهم خالص ان انت تحفظهم. وبالتالي ممكن نفوتهم. وهكراهم كده سريعا عشان بس للمعرفة فقط. لكن ما تحفظهمش. عندي اول حاجة اللي هي ده اسم ايه بلد? في اه اه او اسم طبعا اه موقع اسر في ليبيا. اه بترا بترا. اه اليفانتين ايلاند والاس سايلاند. وده موجودة في اسوان. اليفانتين ايلاند. اه اه ابيدوس. ابيدوس. ويه اللي هي اه ده اه ساكرد. كلمة اصلا معناها مقدس. ساكرد. اوكي? يبقى البحارة المقدسة. بعد كده اه جميلة. اه ده اه ساوث فييتر. ده بردو موجودة في مصر. ده بردو موجودة في مصر. ده بردو مش مهم ان احنا نحفظه. لهو مالي. اه اه الجيريا. اه الليبانين. اه جوردان. اه اه دي طبعا نمطقها ممكن نمطقها ازاي العربة او اقولها اه بقل بقل بك بقل بك بقل بك. او طبعا عشان ما فيش عين طبعا في الانجلش. فبالتالي هقولها بقل. اوكي? بقل بك. طيب. بعد كده هنا اه اه جارش جارش جارش. وده هيجينا عليها درس. هنقرأه دلوقتي. اه اه جاني جاني جاني. وليبيا. طبعا اللي هي دولة ايه? ليبيا. ليبيا. ده طبعا مش مهم تحفظه خالص. تعالى بقى للمهم اللي هو تصريف الافعال. بعد كده الكلمة عكسها. strong weak noisy quiet national international 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 go in go out go in go out higher lower higher lower الجدول اللي معنا بعد كده ده جدول التعريفات وده طبعا جدول مهم اول كلمة معنا هي الستاديم اللي هو الستاد بيعرفها لي كده وبقول لي ده مكان حيث يمكنك مشاهدة مباراة رياضية طيب اللي قلنا عليه القنطرة اللي هو القوس اللي بيكون بالشكل ده كده فبيعرفها لي بقى ان هو ايه بقول لي هي مدخلا لمكان اخر طبعا علاف انت هنا ولما تدخل منها يبقى انت دخلت المكان اخر عشان كاو بقول لي هو مدخل لمكان ايه اخر او بقول لي ان هو او اللي هو آه اه يعني بقول ان كلمة هي نصف دائرة. وفعلا بيكون شكل ايه? نصف الدائرة. ده تعريف طبعا الايه لكلمة ايه? وده التعريف اللي هو الاولاد هو ده اللي بيجي كتير في الاسئلة واللي امتحنت. طيب اللي هو المسجد. يبقى المكان حيث المسلمين يصلوا. يعني المسلمين بيصلوا فيه يعني. يبقى عرفوا من كلمة ايه? طيب كلمة ايه? آآ كاسل او كاسل اللي هو القلع. a place which has very strong walls. يعني بقولك هو آآ مبنى الجدران بتاعته قوية جدا. آآ روينز. وان روينز اللي هي الحطام او بقايا او اثار المبنى. بقول لي not a complete building. مبنى غير مكتمل. يعني طير جزء منه يعني نصه تلاتة اربعة. المهم انه هو مش كامل. او بيعرفها بشكل تاني بقول لي the broken parts. الاجزاء المكسورة. that are left of a building or city. يعني اللي هي مدبقية. left يعني متبقية من المبنى او من مدينة. الكلمة اللي معناها بعد كده هي historic. واللي معناها تاريخي. واللي concerning history. يعني متعلق بالتاريخ. الحاجة دي متعلقة مرتبطة بالتاريخ. or connected with the past مرتبطة بالماضي. awesome. و awesome بيقول لي ان هي حاجة نوصفها ان هي amazing. يعني مزهلة. او very good. او جيدة جدا. او great. رائعة. يبقى دوك لها صفات تدي نفس المعنى بتاع awesome. guide. و guide يا ولادي يعني مرشد. عشان كده بيقول لي ان هو a person who can show you round the place. يعني هو الشخص اللي بيقدر يوضح لك ويبيل لك كده المكان. طبعا بتاخده معاك كده عشان يعرفك الاماكن يعني وتاريخها وكده. طيب. ancient اللي هو القديم او اثري بيعرفان ان هي حاجة very old. حاجة قديمة جدا. بقى جدور التعريفات من دينا تعريف view. وده طبعا تعريف مهم جدا. what you can see from the top of something. يعني الحاجة اللي تقدر تشوفها من قمة شيء. يبقى ده اسمه ايه? اسمه view. منظر طبيعي او رؤية. بعد كده واخر تعريف اللي هو touch. واللي put your hand. ان انت تضع ايدك or another part of your body. او جزء اخر من جسمك. on something. بتحط الحاجة ديت او جزء من جسمك او ايدك على شيء. يبقى انت كده عملت ايه? يبقى انت كده لمسته. لتعريف لكلمة ايه touch. على كده نشوف مع بعض الملاحظات العامة على الدرس على درس القراءة والاستماع وده بيكون جزء مهم جدا. اول حاجة معنا اللي هي history. وكلمة اللي هي معناها تاريخي ومديني جنبها اللي هي برضو معناها تاريخي. طيب تعالك هنشوف ايه الاختلاف بقى. بيبقى ان الاتنين نفس المعنى بالعروب. اول حاجة اللي هي history. بيقولي this building is very old. it's history. ده معنى ايه? معنى ان كلمة متعلق بيه اولاد بالاماكن والمباني التاريخي. دي بقى الكلمة دي بتدي معنى تاريخي بس بالحاجات اللي هي مرتبطة بالاماكن والمباني. حلو كده? طيب. historical historical اللي هي معناها التاريخي ديت. بقولي متعلق بالتاريخ. بمعنى ايه? يعني لما اجا اقول لك ايه? آآ read a historical book. يعني انا كرأت ايه? كتاب له علاقة بالتاريخ. او مرتبط بالايه? بالتاريخ. طيب. اللي موجودة عندك هي الكلمة دي فقط بالمناسبة. يعني لما اجي لك في الاختيارات اختار على طول كلمة ايه? historic. طيب تعالك هنشوف بعد كده كلمة ايه? روان. وآآ روان تنفع اسم وتنفع فعل في نفس الوقت. بقولي هنا روان الفرب تنفع بمعنى يخرب حاجة. يضمر. عشان كده بقولي ازة رواند هير موبايل. يعني خربت وبوزت وبهدلت التليفون بتاعها. it works no more. يعني ما بقاش بيشتبل. لكن روانز اللي احنا قلنا عليها معناها بقايا او اثار المبنى. آآ بقولي هنا. ذا روانز ات آآ دا كارنك تيمبل وير اميزن. يعني الاطلال وبقايا المبنى اللي فيه معبد الكارنك رائعة جدا. خد بالك هنا ان بيجي بعدها فاعل وبعد كده يا اما كان او كد وبعد كده فعل في المصدر. واحدة يقولي انا امتا استخدم بعد كان وامتا استخدم كد. دا ولاد اللي بيفرق هنا انت دي ولا دي هو الفعل بتاع الجملة اللي قبل ذات. اللي قبل ايه يعني دي بتيجي في النص وقبلها جملة وبعدها جملة. لو الجملة اللي قبلها في زمن المضارع وفيها مسلا بلاي او يعني فعلا مضارع احو هتستخدم كن و مصدر. طب لو الجملة اللي قبل فعل لها في الماضي زي في الحالة دي هستخدم كد والمصدر. زي هنا مسلا بابولي. ليه نستخدم كن مش كد? اوكي? هقولك عشان الكلام هنا في المضارع. مش في الماضي. يبقى لو كان هنا الفعل بتاع الجملة الاولانية ماضي كنت ابدل دي وخلى ايه كد. طيب تعال كده نشوف يلا اخر معلومة اللي هي هنا معناها يوصي او يرشح. عارف انت لما رشح لك فيلم او مكان تزوره. فدي كلمتي بيجي بعدها يشتر بيجي بعدها يا امة. اسم يا فعل في اي ان جي. زي هنا مسلا لما اقول لك جبت بعدها فعل مضاف له اي ان جي. برشح لك زيارة المتحف المصر. اي ركوميند افيزت افيزت هنا معناها زيارة. اوكي? يعني جاي ايه كاسم. لكن دفع لمضاف له اي ان جي. اي ركوميند افيزت تو دي ايجيبشان ميوزيوم. انا برشح اه زيارة للمتحف المصري. اخر جدول معنا هو جدول التعريفات وحروف غر. ليف ستريت اوي. دروب لتر. دي اوت. تجدود출 بокоلي ونظر حاجز ايه كذلك. انا هكذا مختلف there. نتعوني مصر وخط بالك انه انتم لتquin بقي بعدها يا فعل في آي ان جي يا اما اسمدنة تقول in time, go in, go in, on a hill, have a shower, important to, important to وهنا التيمي شانطة طالما اللي بعدها بدأ بنفس الحرف important to, بيجي بعدها مصدر it dates, it dates to around, it dates to around معناها يرجع تاريخه إلىه وده مصطلح مهم جدا walk for a long way through يعني ايه? يعني يمشي ويقولي على امتداد الطريق خلال يبقى تاني walk for a long way through بعد كده هنا on time وده معناه في الوقت المحدد اللي هو بالضبط on time كده احنا قرأنا كل الكلمات المعانا في الدرس الاول والثاني يلا بنا كده بقى نشوف الدروس المعانا نقرأها ووضح لك معنا كل حاجة فيها هنبدأ كده الاول بكراية جزء الاستماع الخاص بالاسم هنا التيتشر بيوجه كلام كده لطلاب وبقولهم ايه؟ بقولهم هنا I'm sure you're all excited about visiting the pyramids next Sunday يعني بقولهم انا متأكد انتم كلكم متحمسين جدا بشأن زيارة الاهرامات الاحد القادم It's important that we plan our trip properly So I need to talk to you about the rules يعني بقولهم ايه؟ انا من المهم كده بيقول من المهم ان احنا نخطط لرحلتنا بشكل مناسب لذلك انا احتاج ان انا اتكلم معاكو عن rules القواعد اللي انتم هتتبعوها On Sunday morning في صباح الاحد You must arrive at school on time يجب عليكم ان توصلوا او تصلوا الى المدرسة في الوقت المزبوط او الوقت المحال So that we can leave straight away عشان نفق ايه؟ نغادر فورا اه بعد كده هنا بقول ايه It's a long drive to Giza from the school يعني المسافة بعيدة من المدرسة او الى الجيزة من المدرسة بي طبعا بالتوبيس او السيارة الله يروح بيها We are going to be away from school for the whole day So we you must bring a packed lunch يعني بقول لك احنا هنبقى بعيدة عن المدرسة بتاعتنا طول اليوم او طوال اليوم لذلك يجب عليكم ان انتم يبقى bring a packed lunch تجيبوا معاكو ايه غداء معلب يعني محطوط مسلا في lunch box مسلا طيب بعد كده هنا بقول لهم ايه It's going to be very hot يعني الجو هيكون حر جدا So you must also bring a hat and a bottle of water وكمان تجيبوا معاكو قبعة طائية يعني وكمان تجيبوا معاكو ايه غداء مية ليه عشان الجو هيكون حر Of course The pyramids are very important to the history and the culture of our country يعني بقول بالتأكيد القهرمات دي حاجة مهمة جدا ليه التاريخ وثقافة دولتنا لذلك يبقى We must help to protect them يعني يجب ان احنا نساعد في حمايتها مش نروح نبوزها You mustn't climb the pyramids or sit on them ايه بقى التعلمات اللي هي تخلينا نحافظ عليها نحنا لا يجب ان احنا نتسلق الاهرامات او نعود عليها You mustn't drop litter وكمان لا يجب ان ترمي القمامة We must bring all of our rubbish home with us يجب ان نحضر كل الزبالة والقمامة بتاعتنا الى المنزل معنا So are there any questions about the trip? يعني هل يوجد اي اسئلة بخصوص الرحلة؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده طبعا اللي بيقول الكلام ده المعلم لطلابه اللي هيطلعوا رحلة الى الاهرامات السؤال اللي جاي على البورت ده بيقول هنا طبعا قلنا ان هي يعني المسافة مسافة بعيدة او بعيد جدا يعني الجزء اللي معنا دلوقتي جزء القراءة الخاص برضو بالليسن وان فيلا بينا كده نشوف الكلام عن ايه طبعا زي ما انت شايفين كل شوية ده هو دارس بتاع اللي بتكلم ياولاد عن حاجة بمعنى يجب اللي هي وحاجة بمعنى لا يجب اللي هي عشان كده تلاقيها مونتشرة في كل الدروسة طبعا هنا بقولي ده فين ده اكيد في المكتبة زي احنا شايفين لا يجب ان انت تأكل ويجب ان انت تكون ايه هادئ طبعا هنا في المكان ده اللي هي السكول بشكل عام المدرسة بقول يجب ان انت تستمع للمدرس بتاعك طبعا في السكول you mustn't be noisy and close ولا يجب ان تكون مزعج في الفصل طب في الpyramids لو احنا موجودين في الpyramids الاهرامات you mustn't touch the stones لا يجب ان تلمس الاحجار you must put your rubbish in the bin ويجب ان تضع زبالتك ويقمامتك القمام بتاعتك في السلة طيب في البول حمام السباحة you must have a shower before you swim يعني قبل ما اروح كده الحمامز بتاع السباحة لازم نكون واخد shower قبل ما اروح you mustn't run near the pool ولا يجب ان انت تجري بالقرب من حمام السباح عشان ما تقعش مسلا ويتطعور في الصفحة اللي بعدها على طول معنا جزء برضو خاص به listen one تعالى كده نقرأ ونشوف ايه اللي معنا بعد كده طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان كلها بتتكلم على عن الماضي وبالتالي بتتكلم عن التاريخ وكده يعني بقول لك ايه ان المسافة مسافة بعيدة الى المتحف اه اه لذلك يجب كلكم ان تستمعوا بحرص يعني مش هنمشي مسندية احنا هنمشي مسافة طويلة اوكي طيب اه لازم انت ايه تستمعوا بحرص باب بقول هنا it is hot today يعني جوحر النهاردة so you must all wear a hat لذلك يجب عليكم جميعا ان ترتدوا القبعة ادي مصد كل شوية you must take وهنا مش هنطة اتيزة ما قلنا you must take some wood too يجب ان انت تأخذ معك بعض المياه ايضا cars mustn't drive on this road so we can walk on it safely يعني العربيات لا يجب ان هي تسير في هذا الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ولذلك احنا هنقدر نمشي هنا بايه safely بامان يعني تمشي وانت متطمر however ومع ذلك مش هننبقى في الطريق ونعمل زحمة والكلام ده however ومع ذلك you must stay on the road and you must walk you mustn't stay هنا يا ولادي المفروض دي خطأ مطبع المفروض دي اقول لك ايه you mustn't okay you mustn't stay on the road يعني لا يجب ان تبقى على الطريق and you must walk ويجب ان تمشي يبقى ده فيه ايه خطأ مطبع المفروض هنا تبقى ايه تبقى دية mustn't ملفية طيب you mustn't run there لا يجب ان تجري لا يجب ان تجري هناك there when we arrive at the temple عندما نصل الى المعبد you mustn't touch any of the buildings لا يجب ان تلمس اي حاجة من المبنى ليه because it's very old لانها قديمة جدا we can eat our picnic lunches يعني ممكن او بنقدر او نستطيع ان احنا نأكل الغداء بتاعنا اللي احنا جايبينه معانا الغداء النزهة يعني او الفصحة after we visit the temple يعني هنقدر نأكل الاكل اللي معانا بس مش في المعبد لبعد زيارة المعبد but you mustn't eat in the temple ولكن لا يجب عليك ان تأكل داخل المعبد finally واخيرا كده you mustn't forget to write about what you see يعني يجب اخيرا كده لا يجب ان تنسوا ان تكتبوا عن اللي هتشوفوه كده احنا قرأنا كل حاجة متعلقة بلسن وان الدرس الاول تعليك انشوف اجزاء لسن تو اول جزء معانا كده بعنوان an amazing day out يعني يوم مزهل بالخارج من اللي كتب الكلام ده ماجد من القاهرة اللي هي كايرو بول اي ماجد بول اي فيزتد ابي دوس لاس ويك with my cousins يعني زورة المعبد ده اللي هو معبد ابي دوس الاسبوع الماضي مع ولاد عمي there is so much to see يعني يوجد الكسير لرؤيته temples amazing art and ruins in the desert كل الحاجات دي هنا موجودة هناك في معابد وفي رسومات هنا مزهلة وكمان في بقايا مباني كل ده فين in the desert في الصحراء I am not usually very interested in history يعني انا مش عادة كده مهتم بالتاريخ but this place is awesome ولكن المكان ده مكان مزهل it is really amazing يعني انه حقا ايه مدهشا ده بالنسبة لماجد طيب ليلة اللي هي من السيوت تعالى كده نشوف بتقول ايه get a guide يعني الحصول على مرشد بتقول هنا the ruins at the karnak temple were amazing and we really enjoyed our visit وحقا استمتعنا بزيارتنا يبقى بتقول ان الحطام او البقايا اللي خاصة بيه متحف الكارنك واللي هنا مزهلة ورائعة جدا وطبعا استمتعنا برحلتنا it's a big place انها مكان ايه المكان ده مكان كبير so you need a few hours to walk around لذلك هتحتاج لايه لآآ ساعات قليلة كده عشان ايه تتجول فيه يعني وكده وتمشي حولها آآ حول المكان it's also a good idea to get a guide to tell you all about the history يعني من الجيد فكرة جيدة ان انت تحصل وتحضر معك آآ مرشد عشان يخبرك عن التاريخ تاريخ المكان واللي بعد كده سامير ويقول لي ايه جيزا هنا بقول لي go back to roman times يعني العودة او الرجوع الى عصور الرومان i visited the roman theater in alecساندريا with my cousins last week يقول لي كان ازرت متحف او سوري اللي هو المصرح الروماني آآ في اسكندريا طبعا مع ولاد عم الاسبوع الماضي it is easy to imagine what life in roman times was like here يعني من السهل ان احنا نتخيل حياة الرومان او الحياة في عصور الرومان كانت عاملة ازاي من خلال طبعا توجدنا في المكان دلوقتي كمان يوجد ايه في المكان ده في اللي هو المصرح الروماني يوجد هناك تمثيل وكمان بقايا المعبد في المتحف هناك يعني بقولك ان هو كان ايه كان كان الامر ايه ده كان امر ممتع جدا نمبر وان كده وحليلها بقولي ده طبعا اسمها دي اوت يعني يوم بالايه بالخارج ده معناه ان هو رحلة او زيارة مكان اه لطول اليوم طيب يعني كلمة اوسم ده معناها ايه معناها يعني حاجة صعبة حاجة ساد حزينة حاجة بات سيئة لا طبعا ده حاجة ايه اه رائعة اللي هي الجزء اللي معنا بعد كده في الصباح اللي بعدها على برضو بعنوان طبعا كلمة ديت اصلا مدينة موجودة في الاردن فالله بنا كده نشوف مدينة الاردن وهنا بقولي يعني هي مدينة رومانية موجودة في الاردن بقولي اكتر عمرها المدينة دي اكتر من الفين سنة عندما تذهب هناك اول ما بتروح هناك اول حاجة بتشوفها زي ما انت شايف كده المدخل بتاع المدينة تدخل كده بقى وتشوف المدينة ايه بعد الصور ده او بعد المبنى ده اللي هو القوس اللي انت شافوا ده اللي هو الانطار دي كده الجزء ده كده بنقول عليه يعني عالي جدا يعني لازم انت تشتري تسكاره مش اللي هو اه مجاني يعني لازم انت تشتري تسكاره عشان تدخل المكان ده ده طيب انا بقولي ايه يعني الرومان عامتا كانوا مدمنين للرياضة وكده فزا ما انت شاف كده كانوا بيعملوا كتير او من المصارح اللي زادقة زي اللي هو موجود في المصارح الروماني اللي موجود في اسكندرية فبقولي هنا كانوا عاملينه لسباء الخيل في العصور الرومانية او في العصر الروماني يعني بقولك ايه بتقدر تشاهد ايه السباءات المهاردة يعني اللي هي مدينة جيرش اللي هي موجودة في الاردن دي بيقول فيها ايه فيها تلات مسارح اكبر مسرح هو المسرح الجنوبي يا رقم ضخم جدا بقولك في المسرح الجنوبي ده اللي هو اكبر مسارح التلاتة واللي فيه يمكن بخمس تلاف شخص يعودوا فيه رقم ضخم جدا بعد كده بقولي هنا اللي قدامك ده المعبد ده معمول على تل لما بطاف هنا بتشوف قدامك كده منظر رائع للمدينة من هنا يعني بقولك اعتقد ان من المهمة والضروري ان احنا نتعلم عن التاريخ الأماكن التاريخية تحديداً حول العالم يجب ان نحميهم حتى يتمكن الناس كده من زيارتها في المستقبل ايضاً عمرها قد ايه؟ طبعاً احنا قلنا في اول سطر فوق ان هي عمرها اكبر من الفين سنة طب البارت التاني او السؤال التاني بقولي هنا اللي تقدر تشوفه من المعبد اللي هو اخر الصورة دي طبعاً اللي تقدر تشوفه اهو بقولي there is an amazing view of the city from here دي هتبقى الاجابة نشوف بقى الدروس اللي معنا الدرس اللي معنا بعد كده هو درس برضو خاص بيه درس اقراءة خاص بيه listen to ده موجود معنا وده اخر درس انا نقرأة موجود معنا في page one hundred ninety eight مية تمانية وتسعين من كتاب المعصر بتكلم هنا عن اه البترا بقولي my trip to petra يعني زيارة الى petra i love historic places like petra in jordan يعني بحب الاماكن التاريخية مثل petra كده في الاردن it dates to around three hundred bce طب واحدة اقولي هي بي سي ادي اختصار لايه؟ هي طبعا متدي معنى اولاد انها التلتمية قبل الميلاد سنة تلتمية قبل الميلاد وهي اختصار لي البي دي اختصار لي before ليه معناها قبلها وازي دي اختصار لي كلمةagi اللي هي معناها المسيح وكلمة الاسرها اللي هي اختصار للالا اللي هي معناها اه عهد او عصر يبقى يقولاع�� بعضها قبل اه اعصر او عهد سيد المسيح اوكي? يبقى هنقولها تانية زي هي هنقولها لذلك عمرها أكثر من ألفين سنة لازم أن تشتري ويجب عليك أن تشتري تذكرة لزيارتها زي هذا الأهرامات عندنا وأي مكان تاريخي ولكن لما تكون بالداخل طيب ايه بقى المعنى الكلام ده بقولك ان انت بتقدر هنا تمشي عبر المدينة لما تدخل بقى من هنا بتفضل ماشي كده عبر المدينة القديمة وقولك ان المناظر الطبيعية اللي بتشوفها من الأماكن المرتفعة رائعة ومنزهلة جدا ولكن يجب ان تكون حزر وحريص يعني المرشب بتاعنا شرح لنا كده كم عمر المعابدي يعني هم حقا أثريين جدا وقدماء جدا وذي دية عيد على مين عيد على التمبل يعني أنا حقا استمتعت بيومنا هناك وبرشح الزيارة للمكان ده هنا بقولي طبعا بيشير لي ايه هو مجاوب كده بقولي بيشير لي ايه يبقى تقولي نفس الجزء ده كده هتقول وتكتب كلمة ايه يبقى للمعابد كده احنا كرأنا مع بعض الكلمات وكرأت لك كل دروس ووضحتها لك فاضل معنا الجزء صغير جدا وهو ان احنا هنحل الاسئلة الخاصة بالكلمات فقط والده طبعا موجودة معنا في قلنا في مية تمنية وتسعين من كتاب المعاصر هنحل يا ولاد صفحتين الجزء ده والصفحة اللي بعدها اللي هي آآ فيها باقي الايه الاسئلة اوكي تعالى كده اللي نشوف المحتوى اللي معنا ده طبعا في البداية قبل لا نحل الاسئلة بأكد عليك ضروري تضع لايك وتعليه وتشارك في قناتنا وتفعل زر الجرس وتعمل شير الفيديوهاتنا على الصفحات العالمية على صفحتك الشخصية على الشخصية على الفيسبوك طبعا بلايز هنا مش معناها لعاب بلايز هنا معنى مصرحيات فالتالي هنا بيقول لي انت تقدر تستمتع بمشاهدة المصرحيات اللي المدهشة والرائعة فين اكيد في المصرح اللي هو آآ ده تعريف لكلمة ايه الارتش اللي هي معناها اللي معناها قوس او قنطرة يبقى هي ايه هي مدخل لمكان اخر اللي هي انترنس كتير من المسلمين بيذهبوا لايه عشان يصلوا قلتلك ساعة ما نشوف الفعل ده اللي هو يصلي يبقى بيذهبوا لايه للمساجد يعني بقولك مبنى غير مكتمل وبالتالي هو عبارة عن ايه كلمة ده مهمة جدا يبقى مبنى غير مكتمل يبقى ده تعريف لكلمة اللي معناها بقايا او اثار او اطلال زيارة المتحف كانت حقا ايه بعد كده عاوزين نوصف الزيارة بقى كلنا استمتعنا بوقتنا هناك يبقى كانت زيارة ايه اكيد كانت اوسم يعني رائع لكن طبعا تايرنغ معناها مرهقة بورنغ مملة تيريبل سيئة وفزع جدا يعني مصر بيها الكثير من ايه اللي معناها مواقع يعني بقولك بترجع تاريخها كده اللي هي معناها الفرعانة والتالي هنا اماكن او مواقع اثرية تقدر تشوف ايه في المتحف الحاجة اللي اقدر اشوفها في المتحف هو طبعا ايه التمثيل نجي بعد كده لأسئلة الامتحانات السابقة من الجيد من الفكرة الجيدة انت تحضر معك ايه عشان يغبرك عن التاريخ ده ده دور مين ده ووظيفة مين وظيفة الجايد المرشد يعني بقولك انا حقا استمتعت بيومنا في البترا وبرشح ايه زيارة وزيارة يعني visit الكلمة دي تنفع بمعنى يزور تنفع كاسم بمعنى زيارة من السهل ايه يعني بقولك من السهل ايه بقى ان احنا نتخيل يعني كيف كانت الحياة في عصر الرومان ونتخيل يعني ايه يعني imagine من المهم ايه وبعد كده historic places from thieves يبقى بقولك من المهم ان احنا ايه ان احنا نحمي الاماكن التاريخية من اللصوص والحرمية ويحمي يعني protect you should well when you visit historic places in other countries يعني بقولك من ايه بقى من اللي يجب عليك ان انت تتصرف بشكل جيد لما تزور الاماكن التاريخية في البلاد الاخرى وبالتالي يتصرف يعني behave نجي بعدك الاسئلة الخاصة بالتعريفات a or an is an entrance to another place ما تخلي مكان اخر ده تعريف لايه لكلمة arch اللي هو معناها القصة والانطرع fourteen means very great الحاجة دي معناها وتعني رائع وعظيم جدا حاجة رائعة جدا احنا نقول عليها awesome الاسئلة اللي على حروف الجر والتعبيرات i usual انا عادة ايه a shower every morning طب كلمة shower بيجي معاها ايه بيجي معاها have ممكن يجي معاها فعلي تاني اه اللي هو take يبقى ممكن اقول take a shower او have a shower بمعنى يستحم i am interested وان interested بتتبع بحرف الجر in ومعنى مهتم بي وبعد interested in حط بعدها يا اما اسم حاجة انت مهتم بيها يا اما فعل في ing وبكده هنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه ما تنساش ضروري تدعمنا بلايك وتعليق وتشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس وتعمل شير لفيديوهاتنا على صفحات الفيسبوك بيزن الله الفيديو اللي جاي انا هشرح لك اه الدرس على الصبورة وفي نفس الفيديو هحل معاك باقي الاسئلة الخاصة بالدرس الاول والتاني بالكامل من كتاب المعاصر واشترككم ده على خير وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته